السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معيه في قناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هشوي الفرخة الجميلة دي على الشواية السلك مش هحتاج لشواية الفحم خالص ومهما كانت الفرخة حجمها كبير هتستوي جدا التدبيلة كمان مكوناتها بسيطة وطعمها طحفة يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونقول باسم الله لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي بيشوفها الاول مرة ويلا بينا نبدأ نشوف الفرخة الحلوة دي هنعملها ازاي الفرخة اللي انا هستعملها دي 2 كيلو الا ربع ايا كان الحجم كبير او صغير هنشويها بطريقة هتخليها مستوية جدا من جوه بخسلها الاول بالمية بس لكن مش هخسلها باللمون والملح والدقيق غير بعد ما اقسم الضهر بتاعها علشان انا عايزة الفرخة مفروضة لان طبعا احنا هنشويها على الشبكة السلك وضروري ان الفرخة تكون مفروضة اما ان انا اقسمها من ناحية السدر او اقسمها من سلسلة الضهر بالشكل ده بس تعمل سكينة يكون حجمها كبير وحمية وبوقف الفرخة على ناحية الزور بالطريقة دي وبقسم ضهر الفرخة كده كده التحكم بيكون ازهل بكتير وبقسمها في ثواني من غير تعب ومن غير ما اضغط على الفرخة بقوة يعني مجرد بس ما بمشي السكينة بالطريقة دي بتتقسم على طول هنيجي بقى للخطوة التانية ضروري ان احنا نفرد الجزء ده لان طبعا الجزء اللي فيه الجناح من فوق بيكون عالي فالشواية السلك مش هتقفل بالطريقة دي فهنحاول ان احنا نبطت الفرخة علشان نبطتها وتبقى كلها متساوية والشواية تقفل عليها بكل سهولة بحاول ان انا افتح العظم ده من بعد فالعظمة اللي عند السدر اللي هي فيها الارقوشة بحاول ان انا افصلها من فوق لكن مش هفتح اللحم خالص انا بس هفصل العظمة بشكل بسيط كده بس هسيب اللحم ماسك في بعض الجزء التاني برضو اللي بيكون عالي قوي العظمة بتاعت الجناح دي برضو بتكون عالية قوي فبحاول ان انا برضو بحرف السكينة بفصلها من بعد مجرد بس ما بدوس في الجزء بتاع الجناح ده العظمة دي بتفتح من بعد ولو كانت قوية شوية ممكن ان انا اكسرها برضو كده بالسكينة اللي حجمها كبير او السطور لو عندي سطور برضو بحجم صغير اقدر ان انا ادوس على العظمة دي هتتفرد كده اتفردت بشكل كبير جدا من غير محتاج ان انا امسك ايد الهون واعد ادقها على الفرقة فترة طويلة قوي لو ما عنديش السطور ممكن ان انا استعمل ظهر السكينة او ايد الهون هبقى مضطرة طبعا ان انا استعملهم بس هاخد وقت كبير جدا علشان ابطت الجزء ده لكن استعمال السكينة اسهل بكتير ومش هياخد مننا ولا وقت ولا مجهود مجرد بس ما بضغط على الاجزاء اللي فيها العظم دي وبعمل فيها فتحة بسيطة كده الفرقة بتاخد الحجم بتاعها بعد كده بحاول ان انا اعمل فيها فتحات كتيرة من عند الجزء بتاع الفغد والجزء بتاع السدر يعني كل كتلة فيها لحم بحاول ان انا اعمل فيها نغزة بحرف السكينة يبقى كده احنا فتحناها كويس قوي من فوق كده بقت مبططة مش هتعكسنا خالص مع الشبكة السلك والجزء كمان بتاع اللحم كله نغزة هنيجي بقى للجزء ده بتاع السدر هنرفع الجلد علشان يكون سليم ومحتفظ بشكله وهنعمل فتحات في الجزء بتاع السدر بالشكل ده طبعا الطريقة دي كده ليها سببين اول سبب ان هي تستوي بسرعة تاني سبب ان هي تشرب التدبيلة ويبقى كده لحم الفرخة متبل من جوة ومن بر بحاولنا انا اضغط عليها كده بكف الايد كده هي اتفردت بشكل كبير جدا مجرد بس ما هنضغط عليها بالايد او بضهر ايرس الكينة اتفردت وبعد كده هخسلها غسلة حلوة قوي وهسيبها منقعة في معلقة دقيق ولمون ومعلقة ملح وهبتدي دلوقتي اجهز التدبيلة اللي هنتبت بيها الفرخة وبحتاج لبصلة بقطعها شرايح ووحدة طماطب بحجم صغير وخمص فصوص طعم ونص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الارفة ومعلقة من البابريكا انا بستعملها معلقة صغيرة ونص معلقة من بهارات الفراخ ومعلقة صغيرة من الملح وهحتاج كمان لمعلقتين كبار من الخل وعصير ومص لامونة عصير اللامون مش بس بيدي التدبيلة طعم حلو لا كمان بيحافظ على الفرخة انها تفضل طرية والوش بتاعها ماينشفش تحت الشواية بحتاج كمان لمعلقة كبيرة من صوص الباربيكيو وممكن لو ما عنديش استبدله بمعلقة كاتشاب كبيرة اخر حاجة هضيفها معلقتين من الزيت وبكده التدبيلة بقت جاهزة هخلطها خلط ناعم جدا انا مش عايزة البصل يكون باين لان البصل لو فضل خشن بيتحرق تحت الشواية اول حاجة طبعا بتاخد لون غامل فعلشان كده احنا عايزين الخليط يكون ناعم قوي وكمان علشان يبقى سهل ان احنا ندخلوا جوة الفتحات اللي عملناها في الفرخة ده شكل الخلطة او التدبيلة اللي احنا جاهزناها لوش متاح عندنا كبة نقدر ان احنا نفرم المكونات دي كلها في الخلط اول حاجة ببتدي ان انا اعملها طبعا الفرخة مخصولها كويس اوي زي ما حضراتكم شايفين ونقعتها لمدة نص ساعة في عصير لمون يعني بحتاج لنص لمونة بس ومعلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الدقيق بعد ما بخسلها كويس اوي بخلط المكونات دي مع بعض وببتدي ان انا نقع الفرخة فيها لمدة نص ساعة بعد كده بخسلها تاني من الدقيق والملح واللمون وبتبقى جاهزة ان انا اتبّلها انا اول حاجة بتبّلها هو الجزء اللي جوا بحاول اول ان انا اتبّله كويس اوي لان طبعا دا احنا عملنا فينا غازات كتيرة اوي بالسكينة فبندخل التدبيلة جوا الفتحات دي لكن في حاجة برضو حابة اقولها ان احنا ما نحاولش نحط الخلطة دي او التدبيلة دي بكميات كبيرة اوي جوا الفتحات لان هي الفرخة بعد ما بتستوي الخلطة دي بتبقى طرية شوية وبتبقى معجنة جوا الفرخة فاحنا مش هنحاول ان احنا نحط كميات كبيرة احنا هناخد كمية بسيطة كده وانتبّل بس بين اللحم كمان هنرفع الجلد وندخل جزء من التدبيلة دي تحت الجلد وجوا الفتحات اللي احنا عملناها في الكتلة بتاعت السدر زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنوزعها في كل جزء كده هي التدبيلة كويس اوي من الناحيتين من جوا ومن بره هنسيبها في التدبيلة دي لمدة ساعة لو احنا مستعجلين عليها لكن طبعا هيكون طعمها هاي لو تثابت في التدبيلة دي طول الليل في التلاجة لو احنا عندنا عزومة هنقدر ان احنا نعمل كمية اللي احنا عايزين هنشلها في التلاجة وانسويها تاني يوم اه انا كده طلعتها تاني يوم وهستعمل الشبكة السلك زي ما حضراتكم شايفين لكن هحط صنية تحتيها علشان طبعا التدبيلة ممكن انها تقع من الفرخة فهنحاول ان احنا نحط اي حاجة كده تحت الشبكة السلك والفرخة كده هي مفروضة بالطريق اللي احنا عملناها الشبكة كده قفلت بكل سهولة علشان احنا فردناها كويس اوي هجيب صنية مقاسها كبير وهحط فيها حوالي كوب بيتين كبار من المياه وهحط فيهم كم واحدة من ورق اللورة والحبهان الكوبة الصيني رشة من الفلفل الاسود طمط مياه صغيرة برضو واحدة من البصل صغيرة كل الحاجات دي مناكهات هتدي طعم حلو قوي برضو للفرخة لان المياه دي هنحطها تحت الفرخة فهتسخن والبخار بتاعها هيساعد ان الفرخة تستوي وتبقى طرية طيب ايه فايدت برضو المياه دي فايدتها ان انا ممكن استعملها لان كل السوائل اللي في الفرخة هتنزل برضو على المياه دي وهتكون لي مرأة يعني لو هعمل جنب الفرخة دي محشي او اي صنف تاني محتاج لمرأة ممكن ان انا استفيد بالمياه دي وبكده لو قررنا ان احنا نستخدم المياه اللي في الصينية انها طبعا هتبقى مرأة بعد التسوية نقدر ان احنا نزودها لاربع كبيات من المياه هدخل الفرخة فرن البتجاز وهشغل النار من تحت بس اه لكن احنا لو عايزين هتستوي بسرعة نقدر نحط الصانية على الصاجة بتاعت الفرن على طول وبكده في خلال نص ساعة المياه هتكون بتغلي والفرخة هتستوي من تحت ونقلب الشبكة للناحية التانية يعني هنقلب الفرخة على الوش التاني اه انا قعدتها حوالي ساعة الى ربع وقلبتها بالشكل ده كده هي استويت من الجزء ده كويس قوي وبدأت كمان تاخد لون اه لكن انا مش حطاها على الصاجة على طول انا شبكة الفرن حطيتها فوق الصاجة وحطيت الفرخ عليها علشان كده هي قعدت عندي اطول شوية اه بعد كده قلبتها تاني وابتديت اشغل الشوية بس بخلي نار الشوية هادية شوية وبحط الفرخة تحتيها على طول لحد ما بتاخد لون دهبي بالشكل ده ما بتاخدش وقت كتير قوي علشان توصل للون ده مجرد دقيقتين بس ولونها بيكون جميل بالطريقة دي اه التسوية حسب حرارة الفرن ممكن تقعد ساعة بس وتستوي وممكن تقعد ساعة ونص طبعا الفرخة لو حجمها كبير هتاخد وقت شوية لكن ضروري ان احنا نقلبها من وقت للتاني وقبل ما شغل الشوية اول ما حس ان هي استويت هعمل لها اختبار بحرف السكينة رفيع من عند العظمة بتاعة الفرخة وهعمل فتحة صغيرة لو لقيت ان السويل اللي جوه الفرخة وبيضة يبقى كده الفرخة استويت كويس اول لو لقيت ان السويل دي نزلة اه لونها احمر شوية يبقى كده هي للسانية وهسيبها تكمل السوى بتاعها اه كده خلاص هي خلاصت السوى بتاعها واخدت كمان اللون زي ما حضراتكم شايفين اول ما طلعتها بحاول ان اه اسلك الحرف بتاع الفرخة من فوق لانه طبعا ممكن يلزق في السلك بتاع الشوية اه طبعا الوش بتاع الفرخة كله فيه تدبيلة وكل ده بيلزق مع التسوية فبحرف سكينة صغيرة او بمعلقة صغيرة وبنحاول ان احنا نسلكها من الشبكة بطريقة بسيطة علشان نحافظ على الشكل بتاع الفرخة من بره طبعا مش عايزين الجلد اللي واخد لون دهبي وجميل ده ان هو يتبهدل وهفتح جزء من عند السدر ومن عند الفاخدة او من عند الوركة علشان نشوف ان هي مستوية كويس جدا اه كمان التدبيلة مديها طعم حلو قوي رحيتها هوية في الفرن هايلة اه نقدر كمان نعمل لها فحمة صغيرة علشان تبقى واخد طعم الشاوي بالزبط اه الطريقة ان شاء الله تعجبكم قوي لو عملتوها على افطار رمضان او في اي عزومة او كمان يومي الاجازة سهل قوي ومش هتاخد وقت اتمنى ما تنسوش كمان في الاخر لايك بتاع الفرخة والسلام عليكم ورحمة الله